بهذه الطريقة الضارة يتخلص أهالي حي الوحدة في قضاء بلد بمحافظة صلاح الدين من النفايات التي تراكمت بين منازلهم فضلا عن انعدام خدمات تصريف المياه والمجاري فيها حيث يعيش أهالي المنطقة معاناة كبيرة في ظل إهمال الواقع الخدمي لمناطقهم التي لم تشهد عمليات صيانة منذ سنوات حي الوحدة الذي كان يسكن فيه نحو خمسة ألاف مواطن يكاد اليوم أن يكون منطقة أشباح بعد هجرة العائلات منه نتيجة لنقص الخدمات وانتشار الأمراض والحيوانات أهالي الحي أكدوا إهمال الحكومة لمناطقهم وعدم التفات السياسي لمعاناتهم حيث أن وعودهم لم تجد طريقها على أرض الواقع لتبقى حبرا على ورق أما لجنة الخدمات في مجلس محافظة صلاح الدين فقد بررت تردي الواقع الخدمي في المحافظة بسبب قلة التخصيصات المالية تعاني من نقص حاد في الخدمات منها الماء الكهرباء التراكم النفايات ومن ضمن هذا الحي حي الوحدة كان هو من ضمن هذه المناطق المحرومة فنتأمل في مثل هذا العام عام 2018 أن يكون هناك تخصيص في موازنة وعلى ما يبدو فإن الأوضاع المأساوية التي يعيشها أهالي حي الوحدة منذ زمن بعيد ليست في طريقها للانفراج لا سيما أن المسؤولين يتخذون من قلة التخصيصات المالية ذرائع للتهرب من مسؤولياتهم في توفير أبسط مقومات العيش للمواطنين اشتركوا في القناة